ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراح دلوقتي هعمل كده واحدة للحل وبصوا أنا عملت الكاستر خفيف ده ممكن تعملوه يعني ممكن يبقى تقيل ويبقى حشو من جوه الفطيرة أو جوه الجلاش زي ما بنقول فسأنا عملته كده عشان هحطه على وش الجلاش بس هو وشوية سكر بودرة يبقى كأنه لبن مكان اللبن السخن فأنا عشان كده يعني الطعم ده بيبقى جميل قوي زي السكرية أو اللي بيعملوها برا في المحلات فأنا هاخد كده من طبقات الجلاش كده هحط بينهم بس إيه طبقات سامنة بسيطة أو زبدة ممكن نسيح شوية زبدة زيارين هلني أخذ من ناحية دي وأحسن إنه هو نشف شوية عشان يطلع كريسبي برضو بيدي طعم حلو كده بيورق بيبقى جميل كده هعملها زي المطبق برضو نفس الفكرة كده ها ودي كمان هشيلها بسم الله هلا وممكن أاخد كده بس القعبين زي دا نسيحهم هنا يدوا بس طعم كده وأنا إيه بالفرشة هاخد منهم شايز هتبع على نار عالي قوي تدي بس طعم للفطيرة دي او للجلاش اللي انا هتحايل عليه وعمله فطير كده خلاص هرفع دي بقى خلاص مش محتاجاها دي وصفة بسيطة وسهلة هشوحه عادي خلاص وحنزل بقى شوية الزبدة دول خلاص هنا لان انا هحمر الفطير في شوية الزبدة اللي بقين دول هما دول يدوا الطعم يعني او سبتها كده وهاخد شوية الزبدة دول كده كده طيب انا هشل بقى دي خلاص اوكي كده ولا يهم وقف مهم تعرفوا تشوفوا ومشاهدين يشوفوني كويس كده واخد الطبقة التالتة هايز بقى عندكم شوية جوز هند شوية زبيب شوية بسبوسة شوية كنافة متحمصة يعني طبعا زي ما تحبوا لكن انا بعملها قولت البسيطة خالص اللي هي لو سادة خالص يعني سواء بلبن او بغيره بلبن مغلي بس وسكر بودر هتبقى روعة او كده وتعالوا بقى نطبقها كده هنا عادي جدا كده كده وهياخد برضو من الزبدة هنا وهنا بس ولو بقى بسم الله هاتبطع هنا هننزلها كده سادة مفيهاش حاجة وهنحط عليها الكريم بعتسير الخفيف ده زي الصوص بتاع اللبن طعمه روعة ورحته روعة وممكن نعمل شوية كمان باللبن ونقطعها عادي مربعات ونبدأ نحطها في طبق أو في طبق كده وعليها اللبن السخم شوية سكر بودرة وشكرا اللي عنده بقى شوية مهلبية شوية كستر شوية أي حش براحة حضرة كانت تحشوها مكسرات برضو ماشي يعني أنا بعمل البسيط والممكن والزيادة دي طبعا ترجع لحضراتكم لابا احنا كده عملنا صنف كمان من الأصناف اللي بديل الفطير الحلو تعالوا بقى شوحها بس كده بالزبدة عشان تديها تستو طعم حلو الحقيقة الزبدة برضو مختلفة طعمها مختلفة معانا منال أسوة منال أهلا وسهلا حبيبتي قلبي أهلا بيك حبيبتي نورتيني تسلم إيديك على الجلاش الجميل حلقة روعة 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 يا حبيبتي الله يسعد قلبك حبيبة قلبي تسلمين يا رب حقيقي يعني وفرتنا مجهود بتاع الفطير المشالتة وعملتهنة فعلا يعني بأسهل الطرق يا حبيبتي ربنا يخليكي كل جزء والله والله يعني أفكارك ممتازة وأنا النهاردة يعني بصي هنزل دلوقتي هجيب جلاش وهعمل كل الجلاش المتطبق والفطير المشالتة اللي أنت عملته دلوقتي حبيبت شاء الله يعجبك وتكلميني تقوليه رأيك إيه بصراح حبيبت قلبي أنا دايما يعني بجرب دايما الوصفات بتاعتك إنك فعلا بسيطة جدا وبستهل لنا المطلخ قوي قوي يعني الحمد لله يا حبيبت قلبي تسلميني شرف لي والله أن أنت تطبقي الحاجة دي وتعجيبك نحياتي ليك والكل اللي موجودين معاك يا حبيبت قلبي الله يسعد قلبك تسلمين يا ستزماني لكل سنة وحقيقة طيبة وقصرتك بخير يا رب ما تحرمش منك أبدا حبيبتي بص 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 الفطير بس أولي حضراتكو بص كده سريعة على مالوكو هتنزل تاني تسلمون يا رب دي بقى الطبقات اللي قلت لحضراتكو هتبقى مورقة من جوه هتبقى جميلة علشان خليط الزبادي والقشطة مع معلقتين السمنة اللي حطناهم وشوية بيكينج باودر يعني عملوا إيه شوية حاجات كده حلو ودي برضو فطيرة سريعة لما يكون كده الواحد زهقان وعاوز حاجة حلوة خفيفة ساعة الواحد دي بقى زهقان مش عايز حاجة يعني أولا مش قادر يقف يعمل حاجة الجو الحر ده كان بقى متعب بستة البيت جدا صدقوني يعني بقى مشفقة على كل السيدات العاملات واللي بتبقى في رمضان في أشهر رمضان العيد لأنها بتبقى عايزة تسعد أسرتها في بعدها واجب تاني تجاه أسرتها بشكل قوي جدا وعايز تعمل أحسن حاجة وأكيد في البيت عايزين يأكلوا أحلى حاجة فدي بتبقى برضو ربنا يكون فعونهم بجد والله ومعانا أم حمادة يا فراولة يا حبيبة قلبي أحلى فراولة يا حبيبة فراولة أنت فراولتنا الموجودة معانا طول السنة عاملة إيه يا جوجو الحمد لله يا حبيبة عمري شوفتي بقى أنت من ورانا غالي عنتي أو يا جوجو يا رب بسعد قلبك حيوتي أنت أكتر والله يا فراولتي ربنا يعزك يا رب واتهارمش منك كتير أهو تسلم إيدك تسلم يا روح قلبي وتعيشي تسلم تسلم إيدك وكل السنة وأنت طيبة حبيبة عمري وأنت بقى الف صحة وسلامة وسعادة يا رب أنت وأسرتك وأولادك وأحفادك وفريدة بتسلم عليك كتير 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 وسيلي فرودي الأمر يا فرودي ما شاء الله ربنا يبارك فيها ويخليك إليها حبيبة قلبي وخلي ما ميتها يا رب ما تحرمش منك يروح قلبي ولا من سؤالك ولا سمع صوتك تسلميلي تسلميلي يقولوا حطها بس كده هنا الأول بسم الله هو هاخد بقى من السوس ده ممكن كده عليها السوس ده جميل جدا يعني طعمه روعة أصلا هو الواحد وفيه فانيليا وفيه كل حاجة إيه دوب إحنا خدنا البودرة بس حطينا عليها كده هتبدأ تطري بقى الجلاش دي بشكل إنها دافية وطعمها جميل عايزين تحطوا الشوكولاتة قبلها للده حطوا براحة حضراتكم وكده ومعانا إيمان يا أهلا وسهلا استاذة إيمان أهلا بيك حبيبتي أهلا وسهلا أهلا بيك حبيبة قلبي تفضل حبيبتي أنا بحبك قبل يا رب بسعد قلبك يا روحي تسلميلي حبيبتي تسلميلي مرسيليكي والله تسلميلي نورتينا بالتصالك حبيبتي تسلميلي يا رب ممكن توتي صوت التلفزيون تسمعيني من التليفون قولنا بقي رأيك في التطير جميل جميل بك حبيبتي تتعايز عارة بضغط آخر حاجة انت فاتتها إيه في إيه معلش آخر حاجة في إيه يا أولاد لو سمعتوا اللي هو اللي مش قريبتي تلزيت آخر حاجة ده حاضر من عناي الحلو من عيني حطيت عليها كريم باتسير معمول بشوية لبن هو بودرة جاهزة زي الكاستر اللي بنعمله في البيت بس هو جاهز يا دوب شوية لبن كباية لبن ومع لقتين وانا بتماني ان شاء الله أخذ المعارضة لنقعد ان شاء الله يا حبيبتي بإذن الله ان شاء الله يا حبيبة قلبي ومرسي على تواصلك وعلى اتصالك وعلى كلامك الجميل ومتابعتك بجد والله شرف ليا بجد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة